بسم الله تعالوا نكمل مع بعض برمجة للبرنامج دوت طبعا قبل ما برمج لازم تكون عالفة برمج ايه البرنامج ده هتعمل في ايه المطلوب منه ايه بس هنا من جارة بس ايه بنتعرف على الوجهة بتاعت البرنامج تمام طيب بتيجي هنا بتلاقي مسلا البوتوم دوت لي اسم بوتوم وان تقدر تغير الاسم زي ما انت عايز تقدر تديله الشكل اللي انت عايزه اللي عايز تديله اوتو صايز يتغير لما حاجة تتغير في الشكل عايز تديله مسلا بقلر تديله اميج صورة تديله عايز ممكن تقول له ده خليه دي سيابول يعني ده مش هشتغل مش عايزه يبقى متفاعل ممكن خلي زور ده دي سيابول لحد ما حاجة تانية تحصل فيبدأ يتفاعل وبقى نيبول الفونت يدور تعدل الفونت زي ما انت عايز تحط صورة تغير اللوكاشن بتاعه من هنا تمام يعني لما بتحرك من هنا اللي تتغير فانت ممكن تغير الرقم دي اوتوماتيك اممكن ان ريتو تبدي تخليه كده وتبقى للعربي بتكيز هاي بقى ازا عامل ازاي فيز اول ممكن تقول له انا عايزه فولس بحيث ما احدش تشوفه لما تجي تبص كده تدوس في خمسة او ستارت تلاقي الزرار باش موجود تمام لان احنا قلنا له ان هو ايه ما يظهرش معنا فزيره طبعا عساس ان احنا ندوس عليه طيب تعالوا نقول له انا عايز اضيف تيكست وليبل ايه تيكست وليبل هجد كلها كده انت شفتها مع اي برنامج تيكست حد هيكتب اي تيكست وعايزه وليبل ده كلمة مثلا مكتوبة هنا ده لابل نقدر نبرمجه ونكتب فيه اللي احنا عايزينه او مكتوب فيه مثلا لابل وان تقدر تسميه اللي انت عايزه ماشي يعني ممكن نيجي هنا في الزرار وهقول له اول ما دخلت هنا بقى بيقول لي ده انت كده شغال في الاني النافذة وشغال في اني فورم وشغال في اني بوتوم طيب انا ممكن اقول له البوتوم دوت انا مش عايزه لما اعمل كليك ده انا عايزه لما حاجات تانية تحصل تمام يعني اقدر اخلي فيه كذا يعني انا دلوقتي هبرمج لما حد يضغط على الزر لا انا ممكن اقول له لما الموس هو اللي يمشي على الزر او لما دوس عليه دابل كليك لما يدوس عليه مرتين تمام طيب خلينا هنا هقول له لابل لابل وان تمام دوت اا تيكست مثلا هتساوي اه دلوقتي انا عايزه اقول له هتساوي ممكن احط بقى كوسين واكتب الكلمة ان انا عايزه تمام هتساوي مثلا بم تمام طيب لازم لو انت شغال في السي شرب تعمل السيمي كولم في الاخر ده كده يبقى انت كده قفلت السطر لو ما عملتش العلامة دي يبقى كده خلاص فيه عندك مشكلة في البرنامج طيب تعال ندوس في خمسة ودوس هتلاقي ايه ان ان دي تغيرت تمام ده كده حاجة ثابتة يعني حاجة ثابتة يعني هي كل مرة هتحصل نفس الحاجة لأ ده انا ممكن اقول له اا خلي فيه متغير يعني متغير يعني انا هطلب من الراجل يكتب كلمة وكلمة اللي هكتبها هي اللي هتظهر هنا على سبيل المثال هبدأ اعرف ان انا هشتغل بانتجر مثلا عندي كزا متغير فيه متغير اسمه انتجر تمام ده بيبقى ارقام وارقام صحيحة هم ما يفعش فيها كصور فهقول له مثلا انتجر اكس كده انا عرفت ان فيه متغير عندي اسمه اكس تمام هو حطت تحتية على مخاضرة معنى كده ايه معنى كده ان انا ما استخدمتش لسه الانتجر ده تمام هقول له انا عندي سترينج تمام وهقول له السترينج دوت اسم مثلا اا واي اهو تمام وهقول له بقى ايه احنا عملنا تكست قبل كده تكست بوكس وان دوت تكست تمام ده بقى ايه ده كله ده هيبقى موجود جوا الواي يعنى اقول له واي بتساوي كسا تمام يبقى انا كده عملت ايه اعمال حاجه استمكان في الزاكرة اسمه واي نوعه سترينج يعنى النصي كلام تمام وحطيته هنا تمام هاجي هنا اقول له لابل وان دوت تكست هتساوي واي تمام طيب خلينا بقى نشوف كده لما دوس في خمسة ايه لا يحصل تمام جيت هنا كتبت بعض النصوص ودست هنا عمل ايه بقى عند انا متغير اسمه واي والمتغير ده نوعه سترينج خد الكلام دوت وحط في الزاكرة عنده تمام يعني هنا انا عرفت متغير سترينج اسمه واي تمام الواي دي فاضية بعد كده قلت له روح للواي لتكست بوكس وان دوت تكست وخد منه كومة الواي وخليها عندك فهو حافظ عنده في مكان في الزاكرة اسم الواي بعد كده قلت له ايه الليبل وان دوت تكست ديت خد كومة الواي ديت تمام فهقول له هنا ايه كلام تاني ودوس هيبدأ ياخد نفس الكلام ده يحطه هنا تمام بعد كده ممكن نعمل بيئة لحسبة خلي مثلا في رقمين والرقمين دول يبدأ يحسبهم مع بعض تمام طيب طيب ايه الحاجات التانية اللي ممكن ندفها طوله انا عايز ارجع للشير الرأسية فهدوس form1.cs دي بعض الحاجات ممكن بقى تيجي هنا تلاقي ايه عندك تشيك بوكس لو انت عايز تقوله اه او لا شيك بوكس عندك كومبو بوكس بالشكل دوت تمام تقدر تحط قيمة من الاوامر تقدر تحط لست بوكس لست فيو تقدر تحط كل الحاجات الموجودة في الضرائر هتلاقي هنا image list في انتلوج بوينتر كل الحاجات دي هنبدأ ان شاء الله ناخد التعاون معها ونبدأ نشوف الموضوع المتغيرات دوت الممكن مثلا انا مش عايز عارف انتجر انتجر مشكلته ان هو ما بيخدش كسور فلو عايز تعارف كسور هتقوله double double z و لازم تديله السمي كولا ولا ايه لو كان في المشكلة تمام طيب الممكن تقوله data date date time و هقول له مسلا ان date time ده مسلا هنعرفه متغير اسمه dd تمام يبقى انا كده عرفت متغير اسمه data time dd تمام بتقدر بعد كده تقول له مسلا انا عايز اعرف تاريخ النهار ده ايه تحط فيه التاريخ ده خاص بالتاريخ ده مجرد مقدمة سريعة في البرمجة والبيت المتغيرات ناخدها ان شاء الله في محاضرة بعد كده ترجمة نانسي قنقر